وفي تصريح له لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي أعرب الرئيس شينجين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عن سعادته بزيارة دولة الإمارات التي تستمر ثلاثة أيام ترافقه فيها حرمه السيدة الأولى بينغ ليوان وأشار إلى أن دولة الإمارات تتقدم دول الشرق الأوسط من حيث التنوع الاقتصادي والتسامح والانفتاح الاجتماعي وتعتبر نموذجا مثاليا للتنمية والازدهار في العالم العربي وتلعب دورا إيجابيا في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 34 عاما وأضاف الرئيس الصيني أن الصين والإمارات ظلتا تتعاملان مع بعضهما البعض بالاحترام والمساواة وشهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا وحقق التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات مثمرة ترجمة نانسي قنقر